سجلت مملكة البحرين إنجاز 8 ملايين فحص مختبري لفيروس كورونا منذ تدشين الفحوصات في فبراير من العام 2020 نعم ويعود ذلك إلى حجم التجاوب المباشر من قبل فئات المجتمع كافة بالتوجه إلى المراكز الصحية المعتمدة لإجراء فحص كورونا الأمر الذي من شأنه أن يقود نحو تقليل عدد الإصابات واحتوائها والكشف عن المخلطين إلى جانب الإبقاء على مستويات الأمن الصحي في المجتمع ضمن حدودها الأمنة في السياق نفسه تحرز المملكة تقدماً لفتاً في تقديم الجرعة المنشطة الثالثة وسط توجه دولياً لأخذ الجرعة وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الداعية إلى الضرورة المبادرة للحصول على الجرعة المنشطة وخصوصاً من قبل الفئات الأكثر عرضة للضرر لتعزيز المناعة والوقاية لديهم من المضاعفات المحتملة